أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في كلمته الأسبوعية أن الحكومة تعمل على برنامج تحفيز اقتصادي خاصة للقطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا وبعض القطاعات الواعدة هناك انكماش اقتصادي عالمي قوي غير مسبوق يؤثر على معدلات النمو والبطالة في كافة الدول والأردن ليس بمعزل عن ذلك كما تعلمون لكن الأهم أننا لم ولن نقف مكتوفي الأيدي ونعمل على برامج تحفيز اقتصادي خصوصا في القطاعات التي تضررت بشكل كبير في السابق زي السياحة والنقل العام إنشاءات بعض القطاعات التجارية أو في القطاعات الواعدة زي الزراعة والتعدين والأدوية والمستلزمات الطبية والصحية وغيرها من الصناعات والخدمات الأساسية اللي بنفخر فيها في الأردن واللي هادفه بشكل أساسي إلى تشغيل أبنائنا الأردنيين